يقول لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم بيانت لمن سألها الغسل عمليا من وراء حجاب فلماذا لم تجي بالسائل بالكلام أرجو التوضيح طيب هي طبعا من وراء حجاب مفهوم من وراء حجاب يعني لا يرى شيئا هو يسمع بس خرير الإيش الماء عشان ما يأتي الكافر ابن الكافر ويقول طب وكيف اغتسل ويطعم في عرض عائشة لأن من طعن في عرض عائشة فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر مع أننا نحرج جدا على هذه المسألة ونقول جاهل جريء من يتجرى على التكفير لكن هذه المسألة من لم يكفره فهو كافر عائشة أرادت أن تبين ذلك من وراء حجاب اللي ما بقى لم تجي باللسان وجعلت بالأفعال قلنا لأن رسالة الحال أوقع في النفس من إيش من لسالة المقال لما تقول له كان يدلك شعره ويصب الماء على شعري حتى يصل الماء إلى أصول شعره وكان يصب الماء على الجانب الأيمن والجاب الأيصر هذا يكون أوقع للسامع بأنه يعني يثبت عنده العلم ولا ينساه لذلك أحمد الحنبل قال والراوي إن روى في رواياته قصة فهو إيش أحفظ ويقدم على غيري القصة والحال بتجعل الإنسان أوقع في الحفظ وأشد في التصور وكل شيء اللي بد لهم أن تصور الفاتوى فرعا التصور الحفظ فرعا تصور شجرة الإسنات لا استطيع أن يحفظ ويكون ثابتا في الحفظ إلا أن يتصور شجرة الإسنات ترجمة نانسي قنقر